كابتن محمود الخطيب النهاردة كان ليه اجتماع مع شركة الاهلي كورت القدم ممثلة طبعا في مجلس إدارتها برئاسة طبعا مهاند سياسين منصور وإحنا يمكن زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كان لنا لقاء الحقيقة كاميرا نادي الاهلي سجرية لقاء مع أستاذ عمر شاهين المدير التنفيذي لشركة الاهلي كورت القدم وأيضا دكتور سعد شلبي القائم بعمال المدير التنفيذي للنادي الاهلي تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع لحضراتكم مرة تانية في السادسة كل التحية طبعا لكل مشاهدي ومتبعي قناة الاهلي في كل مكان متوجدين كالعادة في مقر النادي الاهلي بالجزيرة وبنرسل طبعا لكل جمهور النادي الاهلي آخر استعدادات وآخر الخطوات طبعا الخاصة بشركة الاهلي لكورة القدم اللي بتضم مقامات كبيرة جدا طبعا كل الأمور دي هنكلم فيها طبعا مع الدكتور سعد شلبي طبعا مدير التنفيذي للنادي الاهلي طبعا في البداية خطوة رائعة جدا وميازة من مجلس إدارة النادي الاهلي نحن هيكون عندنا شركة كرة قدم وده تحسب للمجلس إدارة بالكامل حطنا في الأجواء النهاردة أو الاجتماع رسمي بهضور كابتا محمود الخطيب والخامات الكبيرة حطنا في الأجواء وتمن جمهور النادي الاهلي أو الاجتماع الأمور كتفيما شزئ يعني زي ما حضرتك ذكرت ده النهاردة يوم تاريخي في النادي الاهلي لأن شركة كرة القدم النهاردة هو أول اجتماع رسمي بحضور مجلس إدارة الشركة برئاسة الأستاذ ياسين منصور طبعا كان موجود مصطفى بيفاهمي كان موجود والمدير التنفيذي أيضا للشركة الأستاذ عمر مع الكابتن محمود الخطيب لرئاسة هذا الاجتماع الشركة النهاردة على الأرض الواقع أصبحت شركة رسمية لها نظام أساسي موجود لها رخصة إشهار موجودة البطاعة الضريبية والسجل التجاري أيضا أصبحوا موجودين للشركة كمان كان في بعض الجوانب اللي تم تناولها أثناء الاجتماع الخاصة بالمهام اللي يتم نقلها في المرحلة الأولى إلى الشركة اللي تبدأ فعليات العمل الرسمي على أرض الواقع في الحقيقة ده كان يوم في غاية الأهمية في تاريخ كرة القدم داخل النادي الأهلي النهاردة الاجتماع الأول تباعم بقى كده نعرفها فيه اجتماعات مكثفة لفترة الجلسة عجلة في مجموعة من اللجان تم تشكيلها عشان تحصل عملية الانتقال أعتقد أن كمان معنا النهاردة المدير التنفيذي للشركة سوف يوضح كل هذه اللجان اللي تم إقرارها في هذا الاجتماع السنائي ما بين كابتن محمود ومجلس دارة شركة الأهلي لكرة القدم السيد عمر شهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم برحب بيك طبعا في البداية عمر بي موفقين إن شاء الله مع الكوكبة المميزة جدا طبعا لشركة الأهلي لكرة القدم منتظرين إن شاء الله للفترة اللي جاي وجمهور النادي الأهلي منتظر لكثير لكن بشكل عام النهاردة الاجتماع الأول للكواليس المنقشات اللي ضارت بحياكه بين كابتن محمود وخطيب وحطنا في الأواك اللي عمر بي بسم الله الرحمن الرحيم متشكلين لها هيك على المقدمة المحترمة دي وطبعا النهاردة كان الأول اجتماع بين الشركة برئاسة ياسين بيمانصور رئيس مجلس الأدارة ونائب رئيس مجلس الأدارة مصطفى بي فاهمي وكان مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وطبعا الهدف منه إن احنا نضع الخطوط العريضة لكيفية التعاون إن شاء الله بين الشركة والنادي لأن في النهاية الشركة هي جزء من النادي الأهلي يعني ضمن الهيكلة بتاع النادي الأهلي فطبعا لازم يكون فيه تنظيف قيمة على خطة العمل في الفترة اللي جاية وكان فيه تصور واضح لطبيعة العمل وإنها هيكون فيه إن شاء الله مرحلة انتقالية بحيث تتنقل خلالها كل شؤون كرة القدم إلى الشركة تدور من خلالها منظومة كرة القدم بأسلوب محترف إن شاء الله وأنا تمنى إن هو يحافظ على المكانة اللي فيها النادي الأهلي في الوضع الحالي ودي طبعا مسؤولية ضخمة في ظل النجاحات اللي ما شاء الله بتتحقق في الوقت الحالي فالاتصال الرئيسي كان على إن احنا نحدق قنوات الاتصال وطريقة العمل في الفترة القادمة إن شاء الله نعمية للخطوة من وجهة نظرك طبعا حقيقة كنت الخبرة كبيرة جدا في الاتحاد الأفريق طبعا كمدير إدارة للتسويق في هذا الأمر لكن بخبرتك وبقيمة النادي الأهلي كبيرة إن كان لابد النادي الأهلي حقيقة يكون فيه شركة بالقامة الرديدة خبرتك شايفها إزاي وماذا الاستفادة اللي ممكن نفيد بها الشركة بخبراتك وبخبرات طبعا إنسان المستغل وطمان بأمورات فهمية وبخبرات طبعا مساد ياسمون إقليميا ومحليا كالعادة النادي الأهلي دايما صباق في المجال ده دايما جمهور النادي الأهلي منتظر منه إحنا كأشخاص بنساهم في حدود خبراتنا في المجالات اللي إحنا متخصصين فيها وفي النهاية زي ما قلت بنتبع سياسة النادي العامة صحيح إحنا المفروض أمور كلت القدم هتؤلينا بصورة كاملة في الفترة القادمة وعلى مراحل تدريجية لكن في النهاية بنمشي ضمن سياسة النادي اللي بيمثل الشركة لأنه هو ده التحول إلى نظام احترافي كامل في جورة القدم من خلال الشير هولدرز أو المساهمين والمساهمين في الآخر هي النادي الأهلي ومن يمثلهم طبعا في صورة مجلس إدارة النادي الأهلي